بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة سنة ثانية ثانوي جميع الشعب العلمية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات إذن يوم جاني سؤال من إحدى المشتركات اللي رمزت باسمها رمزي إذن أحييها على الاجتهاد التحى وعلى إحني المثابرة التحى وحرصوها على العلم إذن نحييها ونحيي جميع مشتركي القناة والغير مشتركين قناة ليجوا زارونا اليوم مرحبا بكم جميعا من أجل العلم من أجل الاستبادة إذن هذ السؤال هو سؤال نموذجي يجي في أغلب الفروض والاختبارات إذن ما عليكم إلا الاتباه واللي ما زال عندهم مشاكل في مجموعة التعريف وكيفية إيجاد عددين أوبه بحيث أفتعنا الدلة التاعي تكتب على شكل A زايد B على X زايد 2 كما هنا إذن ما عليهم إلا التركيز إذن يقول السؤال لتكون F دلة عددية معرفة كالتالي بالعبارة التالية F لX تساوي ناقص X زايد واحد على X زايد 2 يقول السؤال الأول عين مجموعة التعريف الدلة F اسمته DF ثم حدد العددين A و B حتى يكون F لX يساوي A زايد B على X زايد 2 حيث A و B هددين حقيقيين إذن نبدأ على بركة الله راح نشرح لكم بأدقة تفاصيل ما معنى مجموعة التعريف إذن وش معنتها مجموعة التعريف؟ عندي F دلة معرفة كالتالي F لX لكل F لX صورته بالدلة F لكل عدد X عدد حقيقي صورته بالدلة X هي ناقص X زايد 1 على X زايد 2 مثل الدلة هذه هي بسط على مقام هي نسبة حيث البسط هو كثير حدود من درجة الأولى والمقام كثير حدود من الدرجة الأولى أيضا كي تكون عدكم نسبة كثير حدود على كثير حدود هذه الدلة حتشوفوها فيما بعد في سنوات الثالثة تسمى دلة ناطقة الدلة ناطقة احنا نعرف أن البسط كثير حدود إذن مجموعة التعريف تاعه هو R والمقام كثير حدود مجموعة التعريف تاعه هو R ولكن حذاري كي يكون عدكم نسبة مثل هذا الشكل هنا مجموعة التعريف تختلف لماذا؟ لأن هنا سنشوفو العدد لي ما عندوش صورة مثلا يكون نختار قبل ما نلقاوا مجموعة التعريف F لناقص 2 F لناقص 2 يكون نحسب نحسب أولا البسط يقول لي لي ناقص في ناقص 2 زائد واحد هذا هو البسط تقسيم المقام ناقص 2 زائد 2 إذن موش يخرج لي؟ يخرج لي ناقص في ناقص 2 2 زائد واحد على ناقص 2 زائد 2 سفر حصلنا على ثلاثة تقسيم سفر وثلاثة على تقسيم سفر عدد ليس بعدد يعني قيمة غير معلومة وبالتالي من هذا المنطلق راح نشوفو أن السابقة ناقص 2 ليست لها صورة إذن ما عندهاش F لناقص 2 ما عندهاش صورة وبالتالي راح نشوف مجموعة التعريف وحن نقول أن كل الأعداد التي تنتمي إلى A حيث لازم يتحقق أن المقام ما لازمش يساوي السفر إذن حيقول لي لي X زائد 2 لازم يختلف عن السفر إذن أي نسبة أي دالة الآن تسمينها الدالة ناطقة تشوفوها كثير حدود على كثير حدود مجموعة التعريف التحام مباشرة البسط هنا كي تشوفوه كثير حدود إذن لا يوجد مشكل أما بالمقام راح تكتبوا المقام كما هو ولكن لازم يختلف عن السفر هذه هي القاعدة إذا فهمتوا هذه الطريقة أي دالة من هذا الشكل تكون نسبة كثير حدود على كثير حدود أو نسميها الدالة ناطقة مباشرة راح تشوفو المقام طبعا إذا كان البسط كثير حدود راح تديره مباشرة أن المقام ما لازمش يساوي السفر إذن كمله إكس زايد 2 لا يساوي السفر ماذا يعني ذلك إذن نقوليج مجموعة التعريف دي أف إذن قلت هي كل الأعداد الحقيقية حيث لازم التي تحقيق الشرط إكس زايد 2 لا يساوي السفر إكس زايد 2 لا يساوي السفر كي نرد زايد 2 كأنني ندير في معادلة إكس لا يساوي زايد 2 كي نرده لطرف الأيمان وحيقولي لي إكس لا يساوي 2 نقص 2 إذن ما هي الأعداد الحقيقية ما هادة فقط هذه القيمة اللي هي نقص 2 إذن نكتب إذن لاحظوا كيف أكتبتها هي كل الأعداد ما عدا هذا النقص هذا لا يقرأ نقص ولكن يقرأ ما عدا العدد نديروا بين حضينها أو هكذا بين حضينها نقص 2 إذن هذا نقص هذا يقرأ ما عدا إذن نكتب لكم إذن بعدما القينا مجموعة التعريف إذن عندي ملاحظة فقط أنني إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله عن قريب سندالكم فيديو خاص على يعني أخيط لكم داول سندكم فيه مجموعة التعريف الداول سندخل فيه مجموعة التعريف تركيب دندين وإيجاد عبارتين يعني نجمع كل الأسئلة اللي شوفتها في التعليقات أولا مجموعة التعريف دانة ثم مجموعة التعريف تركيب دندين ثم إيجاد عبارة تركيب دانتين ثم إيجاد صورة عدد بتركيب دانتين إذن إن شاء الله ترقبوا مني في أقرب الأيام إن شاء الله هذا الفيديو اللي رح ينفعكم كثيرا إن شاء الله السؤال الثاني يقول عين العددين A و B حيث يحقق أن F ل X يكتب على شكل A زائد B على X زائد 2 إذن قد مثل هذا السؤال يسأل كثيرا في الفروض والإختبارات إذن ما عليكم إلا التركيز في الحقيقة هناك طريقتين لإيجاد أوابي ولكن أنا رح نستعملكم حسب المنهج حسب اللي درستوه الطريقة المثلة والأسهل هناك طريقة القسمة الإقليدية تح كثير حدود على كثير حدود يعني نقسم هنا شوفوا عبارة F ل X هي ناقص X زائد 1 على X زائد 2 يعني نقسم ناقص X زائد 1 على X زائد 2 باش نلقاو الحاصل والباقي أما هنا بهذا المثال رح نستعملكم الطريقة التي توافق منهجكم إذن أبسط طريقة لإيجاد أوابي أول شيء رح نوحيد المقامات إذن الخطوات هي أولا توحيد المقامات ثم النشر والترتيب حسب القوى وأخيرا المطابقة إذن نبدأ خطوة بخطوة أول خطوة هي توحيد المقامات إذن فلنوحيد المقامات نلاحظ أن هنا A على شكل A على 1 إذن المقام المشترك بينه هي جمع كسرين هنا A على 1 زائد B على X زائد 2 إذن ما هو المقام المشترك بين 1 وX زائد 2؟ إذن هو X زائد 2 إذن نكتب أفلي X تاعت وساوي إذن بما أنني قلت أن X زائد 2 هو المقام المشترك إذن نحن نضرب A في X زائد 2 وندير المقام المشترك X زائد 2 إذن زائد وش يبقى لي B عنده المقام بتاعه X زائد 2 نخليه كما هو إذن نكتب زائد B ثم بعد ذلك قلت الخطوة بعد توحيد المقامات هي النشر ننشر A في X زائد 2 نتحصل على A في X تبعوا فقط ما هي يساوي إذن A في X تولي لي AX A في X A في زائد 2 تساوي زائد 2A ثم نزيد زائد B طبعاً الكل مقسوم على X زائد 2 إذن قلت تحصلت على AX زائد 2A زائد B إذن A في X زائد 2A زائد B 2A زائد B عدد تقسيم X زائد 2 قلت أنه يساوي F ل X ما هي عبارة F ل X؟ هي نقص X زائد 1 على X زائد 2 إذن أتيت إلى الخطوة الثالثة وهي المطابقة بالمطابقة وش نلاحظ؟ نلاحظ هنا عندي AX يساوي نقص X يعني معامل A هنا ماذا يساوي؟ يساوي نقص 1 نقص 1 إذن نطابق بالمطابقة رح نرى نجد أن أول عدد A يساوي نقص 1 ثاني شيء وش عندي؟ عندي العدد 2A زائد B إذن كتبوه 2A زائد B ماذا يساوي؟ يساوي العدد 1 إذن نكتب يساوي 1 ثم نحل المعادلتين من الدرجة الأولى A يساوي نقص A نقص 1 إذن نعويق 2 في نقص 1 زائد B تساوي الواحد إذن 2 في نقص 1 نقص 2 زائد B تساوي الواحد إذن كم يساوي البتاء؟ البيت التاعي رح يساوي ننقل نقص 2 إلى الطرف الأيمن رح يساوي 2 زائد 1 2 زائد 1 تساوي 3 أخيرا نقلنا ببيت التاعي ماذا يساوي؟ 3 3 والأر ماذا يساوي؟ نقص 1 بالتالي أفل إكس التاعي رح تكتب على الشكل التالي تساوي نقص 1 نعوض أر نقص 1 زائد 3 على إيكس زائد 2 فقط إذا حبيت نتحقق أنني هذه العبارة هي نفسها أفل إكس ما علي إلا أن نوحد المقامات لكون نوحد المقامات رح نضرب نقص 1 في إيكس زائد 2 تولي لنقص إيكس نقص 2 زائد 3 تولي لنقص إيكس زائد 1 أتمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم للجميع في الأخير لقينا عبارة أفل إيكس وهي نقص 1 زائد 3 على إيكس زائد 2 وهذا الشكل تعدالة وهذا الشكل يستعمل كثيرا في إيجاد تركيب دالتين رح نشوفوه فيما بعد إن شاء الله إذن أعيد لكم الطريقة بعجالة إذا كي يطلب منكم إيجاد عبارة أفل إيكس على شكل A زائد B على إيكس زائد 2 أول خطوة توحيد المقامات ثاني خطوة النشط والتبسط ثالث خطوة وأخيرا المطابقة إذن أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا السؤال إذن بالتوفيق للجميع وما علي إلا نقول لكم مرة أخرى أتمنى لكم كل الخير والنقاط الجيدة إن شاء الله إذن مع السلامة وأستودعكم الله الذي لا تضع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة